معارك مشتعلة الوطيس تدور رحاها بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية على خلفية الصراع على المناصب العليا والدرجات الخاصة التي يفترض أن يحسم الجدل بشأنها قبل نهاية شهر حزيران المقبل مع عودة الحديث عن احتمال رجوع بعض القوى إلى المعارضة مصدر برلماني ينكشف أن رغبة جميع الكتل البرلمانية الكبيرة منها والصغيرة بالحصول على حصة من مناصب الدرجات الخاصة أوصل النقاش بشأنها إلى طريق مسدود بعدما تمسكت الكتل الكبيرة بضرورة توزيعها وفقا للأوزان التي أفرزتها نتائج الانتخابات التجريعية الأخيرة خيار لم يرضي كتلا أخرى طالبت بحصة من مئات المناصب التي تدار بالوكالة منذ سنوات وذهبت بعض الأطراف إلى أبعد من ذلك بتلوحها بالذهب إلى المعارضة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها ويبدو أن عددا من القوى المؤيدة للحكومة وأبرزها تحالفاء الفتح وسائرون لا يرغبان بتشكيل جبهة معارضة في الوقت الحاضر لاعتقادهم بأن هذا الأمر قد يؤثر على عمل الحكومة التي يستحوذ التحالفان على حصتها الأكبر في الوقت ذاته تجري قيادات من تحالف الفتح تحركات مكثفة لمنع تشكيل أي كتلة معارضة من هذا القبيل القيادي في تحالف القرار أثيليني جيفي قال إن أبواب المعارضة تبقى مفتوحة للمرحلة المقبلة بعد مرحلة الصراعات التي وصفها بالفاسدة بموازاة ذلك أكد القيادي في تحالف النصر فالح الزياد أن زعيم التحالف حيدر العبادي أجرى حوارات مع كتل سياسية مختلفة لدراسة خيار الذهاب المعارضة دون اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن وهو ذات الأمر الذي لوحت به كتلة الحكمة في وقت سابق الحديث المتصاعد عن ولادة كتلة معارضة في البرلمان وإن بدأ أكثر جدية من أي وقت مضى لكنه لا يعد وفق مراقبين كونه ورقة تفاوضية لرفع سقف المطالب وبالتالي الحصول على ما يمكن من المناصب المطروحة اليوم على طاولة المحاصصة المصلحية